يشتكي متعهدون وعمال في مدينة إدلب من إيقاف منح التراخيص العقارية وارتفاع رسوم تراخيص البناء الأمر الذي تسبب بإيقاف كثير من مشاريع البناء وكذلك إيقاف اليد العاملة وكانت حكومة الإنقاذ قد أصدرت قرارات جديدة حددت فيها طلبات البناء بأن يكون الإعمار بنسبة 25% من مساحة الأرض وأيضا أن يكون البناء مؤلف من ستة طوابق ما اعتبره متعهدون تعجيزيا وصعب التطبيق في مناطقهم نتابع حكومة الإنقاذ طالعت قرار مفاجئ بإيقاف العمل وهذا البناء قائم قبل القرار ما يطلع وقفونا فيه في مرحلة نصف البناء ونحن بيعين الناس وملتزمين معها بعقود تسليم ومدة تسليم هذا الموضوع كثير أسر علينا والعمال وقفت بشكل مفاجئ يعني لاعطونا سابق إنزار أنه فيه وقف أو كذا طب نحن خلونا نكمل هذول المباني اللي نحن فاتحينا نسكره ونقدي أمانات الناس وبعدين القرار اللي أنتم طالعينه والرخص اللي أنتم بتكون إياها نحن جاهزين أنا بوطنشي ولاذا سقفي مركب أكثر من عشرين يوم صار له وجاهز عصب ومعي ست سبع عمال وإحنا إذا نشتغل ناكل ما نشتغل ما ناكل وحقه مصاري هذا يعني حقه مبلغ يعني والشم استهلكه فنرجوه أنه تشروعونا بالحل ما بي ترخيص يعني ما قاعد يمشي الترخيص رخصوا لهم تشوفوا لهم حل تاني نشتغل إذا ما نشتغل ما ناكل نحن هون عمال مدينة الدانا تقريبا أكثر من سبعين بالمئة من العمال بيشتغلوا بمجال البناء فجأة من تقريبا من حوالي شهر أو شهر ونص ما شفنا إلا وقف الشغل كنا كل يوم نشتغل تقريبا نطالع يوميتنا الحمد للرب العالمين فجأة ما شفنا إلا مضى الشغل سألنا شو السبب قالونا أنه تم توقيف ترخيص البناء ما منعرف ليش وشو السبب بس فجأة صار هالشي ونتمنى أنه يرجع الشغل يفتاح ويرجعوا هالعمال يشتغلوا لأنه إذا ما شتغلنا كل يوم بيوم ما منعيش أطلقت وزارة الدارة المحلية والخدمات مشروع البلديات في نظامها الجديد حيث ستتكون البلدي من مركز الاستقبال لاستقبال جميع الطلبات التراخيص والتسوي بالإضافة إلى مركز استقبال مركزي موجود في الوزارة على أصحاب الإنشاءات أو أصحاب طلبات التراخيص التوقف على العمل ولو بشكل مؤقت للتأكد من مطابقة طلبات هذه الرخصة لشروط الفنية والسلامي الإنشائي للأبنية المراد إنشاؤها طبعا سيتم تحويل هذه الطلبات إلى لجان مختصة هندسية للبت في هذه الطلبات وفي حال الموافقة سيترتب على صاحب الطلب إعداد مخططات هندسية معمارية تقدم إلى مديرية الخدمات الفنية لاحقا لنقله الترخيص المطلوب والبدء في التنفيذ حول هذا الموضوع رحب بمحمد سليمان متعاهد في مجال البناء معنا من مدينة أدان أهلا بك معنا سيد محمد بداية ما هي الدوافع أو الأسباب من إيقاف حكومة الإنقاذ الترخيص العقارية وارتفاع رسومها أهلينا أنسح إياك الله السبب التوقف لا نعرفه نحن ما هو نحن فجأة بعد الزلزال مباشر أعطونا أوامر أن نوقف العمل ونقدم وراء اللازمين اللي طلبوها مشان الترخيص عملنا مثل ما بدون قدمنا الوراء وحصروا الشغل كله في الوزارة يعني مجالس محلية اللهم صلى الله سيدنا محمد مجالس محلية ونقابات المهندسين ما بقى لشغل طاول صار عندهم ضغط في الوزارة صرنا نقدم الأضبارة بالوزارة تتهمش الأضبارة يعني تنزت وراء ظهرهم ونحن في عنا مشاريع قائمة يعني وبيعين وفي عقود بيع وشريع بيننا وبين الناس يعني من سلما أرزاقهم طلبوا مننا مهندسين خبرة طالعنا طلبوا مننا إيش طلبوا مننا أبمننا يعني وبعدين صاري عقدوة في مجال الإفراز يعني أنا مثلا عندي إفراز حكمي مثلا ما برخصوا لي على الشيوع ما بيرخصوا على الشيوع المساحة بالدنياها كبيرة يعني مساحة صغيرة طيب بمعنك تتحدث عن يعني ربما هذه من ضمن الشروط الشروط بحسب وصف المتعهدين هي شروط تعجيزية وأيضا وصفت بالصعبة صعبة التطبيق حدثنا أكثر عن تفاصيل هذه الشروط شروط الترخيص يا أنسي طبعا تعجيزية الشروط لأنه من روح نحن بدنا مثلا بيقول لي جيبوا الوراء كذا وكذا وكذا بناخد له الوراء نظاميا بيقول لي أنت مانعك فارز هندزي فارز حكمي طيب فارز الحكمي أنت فارز لي رخص لي عليه ما بيرخصه الأراضي الشيوع اللي خارج المخطة التنظيمي فرضوا عليها مساحات كبيرة يعني أنا دي يكون عندي أرض أربع تلاف متر اللي أحسن عمر فيها مية وخمسة عشرين متر وفي عالم حوالي يعني حوالي المنطقة كتير فقرة وبدأ تسكن يعني بهالأراضي الزراعية يعني اللي عنده ميتين متر أو تلاتمية أو أربعمية أو خمسمة متر ما بقي حسن يعمر ويسكن وبالنسبة للعمل قلنا لهم النهار اللي وقفونا عن العمل يعني نحن عنا مباني قائمة وصلان إلى نص المرحلة قلنا لهم يعني شاءت بتطويل المدة قال يعني ثلاث أربع تيام إن شاء الله ممشي لكم الأمور ما مشيت صارنا شهر ونص يعني أنا مثلا بحكي عن نفسي عندي مثلا صب صل مركب خشب شهر شهر وعشر تيام ووقف أنا عبا أستنى أمور التراخيص تعباني مروم راجع الوزارة بيقولك بدي أنا أفراز هندسي أنا أخد شؤفة أرض في هالعقار الكبير اللي هو مثلا مساحته عشر تالاف أو خمسة عشر ألف أو عشرين ألف أنا ما بحسن بأفرز لك يا هذا كله أحسابي لأني رسومه كبيرة يعني أنا أفرز لك كل هذا على أحسابي خلص أنت رخصلي على الأفراز الحكمي اللي موجود أنا بين إيدي أو أنا عندي أرض على الشيوع رخصلي عليها هي نفسها يعني لها تعذبني وبتمرمرني طيب ما هي الردود على هذه الأسئلة من طرفك الردود الله مثل مثلا أنا بحكي مثلا عن منطقة الدانة مثلا أنا شغلي قوعي في منطقة الدانة مثلا حيطينا مثلا مهندس هو رئيس البلدية ما هو صاحب اختصاص مهندس كهرباء حيطيه فمتع لي يا نسي يعني مهندس كهرباء أنت لازم تحط لي مهندس مدني بيحسن مثلا يمشي لي شغلي يطالع لي حل مثلا أنه أنا أشتغل فيه أو أتابع شغلي أتابع عملي أسلم الناس يعني أنا مثلا فاتح مشروع قبل ما تطالع هذا القرار أنت قبل واحد ستة وإنتوا حكيتوا هالحكي أنه اللي قبل واحد ستة أموره ماشي إن شاء الله من يسر له حكى مستشار الوزير من كم النهار في هذا الموضوع أنه نحن كل شيء قبل واحد ستة رح نمشي ورسوم بسيطة يعني 200-300 دولار أنا رحت عند الإدارة المحلية هون في الدانا قام طلبوا مني مبلغ تأمين على المتر 7 دولارات قلت له يا أستاذ نحن ما نربح 7 دولارات لعطيك أنا مبلغ تأمين على المتر 7 دولارات لبينما أنت الجهاز دي رخصتي أنا ورائي عندك أحسن ما تطلب مني تأمين 7 دولارات ماشي لي ورائي اللي عندك بالوزيره ما في رد يعني هذا مهندس كهرباء حفظان كلمتين حطينا يا هون حفظان ما بمشي الحال وممنوع بس طيب برأيك من يا مخش تفاهم معه وأي شغلة يا أنسي أي شغلة حصروا الشغل كله حصروا العمل كله المناطق المحررة في إدلب في المحافظة تروح على الوزيره يعني هنا ما خرج أنا أمشي ولا ورقة طيب خلي كل منطقة مسؤولة عن نفسها مثلا فيها مجلس محلي ونقابة مهندسين كان الشغل أول يماشي هيك بس أنتوا تكون تحصروا الشغل كله للكون هذا موزن بنا موزن بالمواطن والعمال قعدة بلا شغل وهذه النقطة أود التحدث عنها يعني العمال وإيقاف هذا الأمر تسبب بإيقاف الكثير من مشاريع البناء وبالتالي إيقاف اليد العاملة من هذه النقطة من المسؤول من الذي يتحمل المسؤولية تعطل العمال وخاصة فيما يتعلق بعملهم في البناء وهو المورد الأساسي والوحيد ما المسؤول المسؤول الأول والأخير نحن نحمل المسؤولية لوزير الإدارة المحلية وزير الإدارة المحلية ما عنده شي جديد يعني أنت صلك وما قفني على شهر ونصف ما طلعتك ولا بقرار أنت أنت ما حسنت موضوعك أنت رخص لي يا الشيوع يا أفراز حكمي يا أفراز هندسي هذا الموجود اللي أنا بين إيدي أنا لا أخرج أتحمل أعباء مثلا أنا أخذ قلت لك حكيت على هذا الموضوع يعني أنا أخذ مثلا في عقار مساحته 10 ألف متر أو 15 ألف متر أخذ مثلا أنا 700 متر 800 متر أنا لا أخرج أتحمل أعباء كل هالعقار لأن هذا العقار له ملاك كثير وأجي أنا أفرز فرز هندسي لأنه شي مكلف بيصير علي أنا هاي البناء يعني عبتربح معي شي رمزي والعالم هنا والأوضاع الاقتصادية تعباني يعني الله هنم بيعرفوا هالحكي ونحن بنعرف هالحكي يعني نحن عم نشتغل ربي يسير يعني عمنا كل منشرب نحن وهالعمال والعمال بيعرفوا كل الناس بتعريب بيقولك ما عندي شي هات القانون أنت دك تشتغل فيه يعني أنا مثلا هالله حسبوا لي هاي البنائي بطلع عليها من العشرين للخمسة وعشرين ألف هذول لأتفعل عنيون تأمين دولار أنا ما أخرج أتفع لك لأني أنا بالأساس ماني ربحون فيي العشر تلاف لأتفع لك تأمين تعيفه عندك بعدين أنا يعني مصرياتي أنا عم بشتغل في مبلغ قليل يعني أنا مصرياتي ضمن البناء أنا لو ما عشرين خمسة وعشرين ألف دولار كنت فتحت مشروعين وثلاثة وأربعة طيب بماذا تبرر حكومة الإنقاذ هذه المسألة عم بتبرر حكومة الإنقاذ أنه نحن مشان السلامة العامة ومشان كزا طيب مشان السلامة العامة شغل لي المجالس المحلية في كل منطقة أنت وتابعني أول بأول نحن ما نزعل من المتابعة تابعني تابع لي شغلي تابع لي أموري حط لي مهندس مشرف تكون أنت ما تقرف عليه بس أنا كل شغلي بدي أهد أطلع على الوزارة هلأ أنا ما يمشكلة أنا متعهد بحسن بطلع أنا كل نهار على إدلب مثلا بس في عالم ما تحسن يعني اللي دي عمر غرفتين لأبنه أو كذا بدهم دراسات وبدهم دراسات زلزالية يعني نحن أغلبية العمار هون العمار منخفض ما عمنا علي العمار يعني شما يلزمنا نحن دراسة زلزالية لأني مكلفة وبدأ يصير عبق على المواطن يعني نحن اليوم المتر مثلا بشكل وسطي عم بيعه من الستين للسبعين دولار للخمسة والسبعين دولار إذا بنا نشتغل مثل ما بدهم دي يصل المتر لفوق الميت دولار هذا يعني بتحمل المواطن هذا الموضوع الموضوع كتير صعب بيصير على المواطن وعلى العامل وعلى المتعهد الأمور اللي عبي طلبوها أمور تعجيزية أمور تعجيزية ما أنا مقدم تسوية في بناء قائم قبل الزلزال وعبشطب فيها يعني عبشطب فيه يعني أن تلبيس حجر ويك يعني أموره خالصة صبه خالص من قبل الزلزال مقدم له تسوية أنا من 6-7 شهور بعتوليها مع الرفض بدهم إفراز هندسي طيب هذا مفروض حكمي يعني هذا المحضر مفروض حكمي مشي لي مفروض حكمي من عندك يعني مو من عندي أنا من عند الحكومة نفسها ماني فارز من عند غير حكومة أنا مشي لي وقت اللي عيندناهن وكذا وصاروا العمال يشتغلوا بالليل وبعض الظهر أنا طالعوا مذكر توقيف بإسمي يعني أنت ليش عبطالع مذكر توقيف بإسمي أنا ماني مجرم أنا زلمع عبتعيش في هالبلد مثلي مثلك نحن كلها عايشين هنا في بلد وحدة وأخوة نحن ما في داعي أنت تأخذ إجراءات تبدأك تحبسني يعني يعني تحبسني ليش أنا عبعمر أو عبشغل العمال أو هذا والعمال عبشتغل كتير من ديئة المعيشة يعني العامل نحن نهارل عبشتغل يعني ما عبلح أكل وشرب فإذا نبرك وصل لك شهر شهر ونص هذا الموضوع دي يؤدي لكوارث بعدين يعني ما عرف إن شون عبشتغلوا طيب يضل هذا الكوارث التي تتحدث عنها حضرتك سيد محمد وانسداد ربما الظروف أنت من ديكم شروط والحكومة لديها شروط اليوم ما هي الأفق لديكم يعني أو الخيارات للتعامل مع هذه المشكلة الخيارات يا أنسي أنا مثلا عندي أرض عشيو ميمة ضروبة بشارع أمورها نظامية أنت رخص ليها عشيو عندي أرض أنا مثلا فرز حكمي أنت رخص ليها على فرز حكمي يعني مشيلي أموري أنت مسؤول عني يعني أنت أنا في رائبتك مشيلي أموري شغلني لا تخليني واقف لماذا تخليني واقف يا الله في المناطق المحررة يعني في عنا يا الله هيك نسبة تقديرية يعني أكتر من مئة ألف عامل أو مئة وخمسين ألف عامل بيشتغلوا في هالمجال في البناء يعني والاقتصاد الوحيد اللي في المحرر هو البناء ما في غيره يعني يعني هذا صلي واقف البناء صلي شهر ونص نحن العمال عبيجوا لعنا والله عببكو يعني عميش من جيوبنا والله ونعطيهم يعني الحمد لله رب العالمين الله مفضل وفيه الحمد لله رب العالمين بس أنت طبعا نتمنى من الإنقاذ أن تسمع هذه الشكاوى وتعدل عن رأيها شكرا جزيلا لك محمد سليمان متعهد في مجال البناء كنت معنا من الدانة باب الهوى مغلق ومرضى السرطان في الشمال بحاجة لجرعات ضرورية في تركيا هذا ما سننقشه في ملفنا التالي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة